السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة كل يوم منحة معكم منال بوجنير واليوم في فيديو جديد عن طريقة التقديم لمنحة كندا أو منحة للدراسة في كندا وهي منحة ميكل المقدمة من طرف جامعة ميكل هذه المنحة تحدثت عنها في آخر فيديو موجود على القناة من حيث الشروط والمميزات والتخصصات وكل المعلومات التي تحتاجون إليها حول هذه المنحة ولكن نظرا أن طريقة التقديم تحتاج إلى تفاصيل عديدة جدا فاليوم قررت أن أقوم بإنجاز فيديو منفصل عن الفيديو اللي كان في تفاصيل المنحة فخلكم معايا خطوة خطوة في هذا الفيديو أكيد إذا عندكم أي استفسارات يمكنكم تركوها في التعليقات وإذا وجدتنا طريقة تقديم صعبة وليست واضحة بالنسبة لك أو المقالات كثيرة وتحتاج إلى مساعدة لا تستردد في التواصل معنا مع فريق كل يوم منحة لأننا نستعد في عملية تقديم المنحة الدراسية طيب أولا هذا هو الموقع الرسمي الخاص بالمنحة وهذه هي كل التفاصيل وهنا يمكنكم إخلال الضغط على بروغرام سوف تجد جميع المعلومات اللي شرحت الأمس يعني كل معلومات اللي كانت في الفيديو الأمس أو فيديو الخاص بالمنحة كانت مأخوذة من الموقع الرسمي تمام بالإضافة إلى وجود فيديوهات عديدة لطلاب الذين تم قبولهم هنا يظهر لنا بعض طلاب المسلمين فبالتالي هنا ويمكنكم إيجاد مجموعة من الفيدباك مجموعة من المعلومات كل شيء حول المنحة ولكن ندخل على الخانة الخاصة بApplications وهنا أيضا يوجد معايير القبول Deadline, Application Timeline وهنا يوجد لدينا Apply Now قبل الضغط على Apply Now دائما ماذا أقول لكم في أي فرصة إذا تريد أن تتأكدوا عندك أي استفسار حول المنحة أفضل صفحة تذهب إليها بشكل مباشر هي Frequently Asked Questions هنا سوف تجد أجوبة عن جميع الأسئلة التي لديك وهنا سوف فقط نأخذ جولة سريعة في الموقع فهنا في مجموعة من الأسئلة مثلا حول الشروط حول الApplication Process يعني أنا سوف أشرح لكم الآن الApplication ولكن ربما يكون عندك تساؤلات أخرى واللي سوف تجد لها الإجابة هنا بالنسبة al-reference form واللي هي أيضا مجموعة من أو العبارة عن form مطلوب داخل Application Transcript أي شيء من حيث الوثائق مطلوب في الموقع التقديم هنا في أسئلة عنه وفي إجاباته طيب الآن نذهب مباشرة إلى الصفحة الخاصة بAppline ويمكنكم الضغط عليها من هنا كما يمكنكم الضغط عليها من هذه الخانة Apply Now فعندما نضغط على Apply Now أنا قمت بإنشاء موقع ولكن دعنا نتعرف على طريقة إنشاء الموقع تضغط على First Time Users لها Create an Account بعد ذلك تقوم بملأ هذه المعلومات فيها الإسم العفونا الإيميل وأنا الإسم الأول والإسم العائلي وتاريخ الميلاد الApplication موجود بلغة فرنسية ولغة إنجليزية يعني إذا كنت من الدول الناطقة باللغة الفرنسية وأسهل لك أن يكون الموقع باللغة الفرنسية فممكن أنك تجيب عني الأسئلة لو تملأ الApplication وكل شيء بلغة فرنسية وحتى بالنسبة للوثائق فيمكنها أن تكون سواء باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية وهذه موجودة هنا ماذا عن إذا كانت جهدت كشف الدرجات ليست بلغة إنجليزية أو بلغة فرنسية فهنا يجب أن يتم الترجمة هذا يعني ماذا؟ أن الوثائق مقبولة سواء كانت بالإنجليش أو بالفرنش بالنسبة للطلاب المغرب العربي لستم بحاجة إلى ترجمة الوثائق إذا لديكم أريدي بلغة فرنسية بينما إذا كانت بلغة عربية أو أي لغة أخرى يجب أن يتم الترجمة والأفضل أن ترجمة تكون بالإنجليزي بحيث أنك تستخدمها في أي منحة أخرى بعدما تقوم بملأ هذه المعلومات هنا أيضا هناك تشرح باللغة الفرنسية سوف يصلك إيميل في الإيميل الذي سوف تقوم بكتابته هنا وبعد ذلك يجب تفعيل الرابط الذي سوف يصلك على الإيميل وبعد ذلك تعود للصفحة الرئيسية أو الصفحة الأولى وتضغط على Login أو Connect هنا تقوم بوضع الإيميل والباسورد الذي قمت بوضعه سابقا وتضغط على Login أو Connect طيب هنا عندك أنا أريدي بدأت الأبليكيشن لذلك يظهر لي هنا الأبليكيشن ومكتوب عليه In Progress بينما لأول مرة سوف يظهر لك يعني أنك تملأ الأبليكيشن لأول مرة وتضغط على Yes وبعد ذلك تبدأ فيه ملء للأبليكيشن أو Start New Application هاي أريدي موجودة هنا طيب أنا سوف أكمل على نفس الأبليكيشن نضغط على الأبليكيشن Open the Application وأيضا يظهر لك رسالة في البداية موجودة هنا هل تريد أن يكون لغة الفرم الذي سوف تملأه بلغة فرنسية أو بلغة إنجليزية أنا أخترز بلغة إنجليزية يمكنكم اختيار لغة التي تريدون هنا في توضيح مرة أخرى على الشروط وتوضيح مرة أخرى على المنح التي سوف تقدم عليها وأيضا على الجامعة اللي درست فيها سابقا دعونا نأخذها خطوة بخطوة وهنا السؤال عن الشروط هل أنت تحقق هذه الشروط أم لا تمام طيب الأولى أن يكون عندك الشهادة الأكاديمية الخاصة بالباكالوريوس كما ذكرت أن هذه المنحة متاحة للباكالوريوس والماستر في نفس الوقت ولكن يعتبر باكالوريوس تاني بمعنى أنك ولابد تكون حاصل على باكالوريوس وعندما أقول باكالوريوس فأنا أقصد بها الإجازة أو الليسانس ليست الباكالورية اللي هي الثانوية هذه النقطة بين قوسين بالأخص بالنسبة للطلاب المغرب العربي وهنا السؤال واللي يجب الإجابة عنه أنت في أي خانة من هذه الخانات اللي هي هل أنت أو أنا سوف أتمم الـ اللي هي مرحلة الباكالوريوس في غسطس 2024 يعني السنة القادمة يعني السنة القادمة يعني سبتمبر 2023 هو يعتبر آخر سنة عندك في مرحلة الباكالوريوس فبالتالي سوف تتخرج وتحصل على شهادة الباكالوريوس في أغسطس 2024 يعني بعد السنة أو أنا انتهيت من مرحلة الباكالوريوس وأنهيتها تقريبا في آخر خمس سنوات يعني من 2018 فما بعد إذا حصلت على مرحلة الباكالوريوس أو الإجازة في 2018 أو 2019 أو 2021 أو 2022 مثلا أو 2023 فأنت تعتبر في الخانة الثانية أو الخانة الثالثة أني أنا حصلت على الباكالوريوس قبل 2018 وعندي أقل من 30 سنة مثلا حصلت على الباكالوريوس لخاص بك في 2016 مثلا أو 2017 وعمرك حاليا 28 سنة فأنت اللي يعتبر في الخانة الثالثة أو الخانة الرابعة اللي هي أنهيت مرحلة الباكالوريوس قبل سنة 2018 وعندي الآن أكثر من 30 سنة هنا أنت غير مقبول في المنحة تمام؟ فبالتالي هنا ذا ضغطنا عليها يقول أنت غير مقبول في المنحة فبالتالي الفكرة هنا أنك يجب إذا كنت حاصل على مرحلة الباكالوريوس أن لا تكون قبل 2018 ويكون عمرك أقل من 30 سنة أو أنك حصلت على فقط في آخر 5 سنوات ولا يهم العمر آنذاك لهذا ذكرت في الفيديو السابق أن العمر ليس من الشروط لأنك ممكن تكون أنهيت مرحلة الباكالوريوس في آخر 5 سنوات ولكن ممكن عمرك يتجاوز 30 سنة هنا لا مشكلة ولكن إذا تجاوزت الباكالوريوس يعني أكثر من 5 سنوات ربما قبل 2018 وعمرك فوق 30 للأسف أنت هنا غير مؤهل واضح؟ وهذا هو الدليل عندما أضغط عليه يظهر لي لسوء الحظ أنت غير مؤهل للتقديم على المنحة طيب نعود مثلا أنه أنا حصلت عليها خلال الخمس سنوات الأخيرة وهذه سوف تكون حالة أغلب الطلاب طيب ما هي المنحة التي تريد تقديم عليها؟ هل أولا قبل المنحة أنت تعتبر كندي الجنسية أو مقيم في كندا أو عندك حالة مثلا لاجئ في كندا فتختار إما مواطن أو مقيم أو ريفيوجي أو لا شيء مثلا إحنا لا شيء لأننا نحن طلاب مثلا عرب مقيمين خارج كندا بالنسبة لي كطالب دولي أنت مؤهل للحصول على أحد هذه الملح إما المنحة الأولى اللي تحدثت عنها في الفيديو اللي هي أن تحصل على الدراسة بالمجان وراتب شهري وأيضا كل المميزات اللي كنت تحدثت عنها سابقا وأيضا حتى في الفيديو تحدثت عن باقي المنح الأخرى اللي بتوفرها الجامعة اللي هي منحة الفينال ليست أورس اللي في 20 ألف دولار أو المنحة الريجيونال أورس اللي من طرف الجالي بتكون بقيمة العشر تلاف دولار اللي تستخدمها في أي جامعة بكندا فبالتالي هل أنت قدمت على إقامة في كندا أو على أساس وضعية لاجئ مثلا نقول لا هنا عندنا خطوة مهمة جدا اللي هي الخطوة الخاصة بالجامعة يجب أنك تكتب الإسم الجامعة اللي أنت درست فيها مرحلة الباكالوريوس أو أنك تدرس فيها حاليا إذا كنت في آخر سنة من الباكالوريوس ولكن هذه المسألة متى إذا كان تخرجك من مرحلة الباكالوريوس في 2021 وما بعد يعني إذا حصلت على الباكالوريوس مثلا في 2020 أنت لا تحتاج إلى الترشيح من طرف الجامعة يعني لا تحتاج إلى الخطوة التي سوف أتحدث عنها بعد ذلك ولكن إذا حصلت على تخرج الباكالوريوس لهو الإجازة سنة 2021 أو 22 أو 23 أو أنك في آخر سنة سوف تتخرج في أغسطس 2024 فولابد أن تكتب إسم الجامعة اللي درست فيها أنا كتبت إسم الجامعة الخاصة بمرحلة الباكالوريوس اللي كنت درست فيها ولكن أنا كنت تخرج سنة 2021 مثلا من مرحلة الباكالوريوس فبالتالي أنت تكتب إسم الجامعة والسنة اللي تخرجت فيها تمام مواضح الآن إذا أنا تخرجت قبل 2021 لن أحتاج إلى الترشيح من طرف الجامعة تخرجت بعد 2021 يجب إحضار وثيقة من الجامعة تقوم بترشيحك للحصول على هذه المنحة طيب الآن بعد ما قمنا بوضع هذه المعلومات نضغط على continue طيب هنا اسم الجامعة يقولون أنه وهذه تأكيد مرة أخرى على اسم الجامعة وهنا تذكير أنه بالنسبة للطلاب الحاليين اللي بيدرسوا حاليا كباكالوريوس أو الحديثي التخرج اللي وبعد 2021 ولابد من الحصول على ترشيح من طرف الجامعة وكل الجامعة عندها الحق في ترشيح طالب واحد فقط ليكن أنك تدرس مثلاً في جامعة القاهرة وسوف تتخرج مثلاً من جامعة القاهرة في أغسطس 2024 وهناك سلة الطلاب يريدون التقديم على هذه المنحة وهم من نفس الجامعة جامعة القاهرة هنا لن يكون هناك إمكانية للجامعة أن ترشح طلاب الثالث يجب أن ترشيح طالب واحد فقط وفي حالة ما أنه ممكن هذه الجامعة لم تكن تعرف أنه عندها الحق في ترشيح طالب واحد وقامت بترشيح ثلاث طلاب فالمنحة سوف تأخذ بعيد الاعتبار الأول أو الأبليكيش الأول اللي تم إرساله والضغط على سابميت بحيث أنه هذا هو الشخص الأول اللي تم ترشيحه من طرف الجامعة والطلاب الآخرون اللي تم ترشيحه من طرف نفس الجامعة لن يتم أخذ طلبهم بعيد الاعتبار فهذه النقطة مهمة جداً تمام المنحة ممتازة ولكن فيها تفاصيل لولابد الانتباه إليها وهذه التفاصيل الدقيقة وجود خطأ فيها ممكن يؤدي إلى الرفض فهنا لدينا أيضاً بعض المعلومات على الريكوست أو الطلب الذي يجب أن يتم ونفتح هذا الملف بحيث أننا نتعرف أكثر عن الترشيح وهذا الترشيح هنا موجود بشكل واضح جداً واللي الأفضل أنك ترسيله للجامعة فهنا هو توضيح مرة أخرى أنه بالنسبة الانترناشنال أبليكيش طلاب من دول مختلف فأنواع المنح اللي ممكن تحصلوا عليها والإندورسمنت اللي هو الترشيح واحد ماكسيموم طالب واحد فقط شوفوا معي الخطوات هنا وقرأوا معي هذه الجملة وهي اللي شرحت قبل قليل أنه يعني أن هذه الجامعة إذا رشحت أكثر من العدد اللي تم كتبته فوق لي هو واحد فقط الترشيح الأول هو اللي سوف يتم أخذه بعين الاعتبار تمام فهذا فقط تأكيد على اللي قلت قبل قليل طيب هنا كيف يتم الترشيح أنت في أحد المراحل الخاصة بعملية تقديم على الأبليكيشن سوف يكون مطلوب منك إضافة شخص يقوم بالتوصية عنك مثلا وهذا الشخص يجب أن يكون من الجامعة تمام وسوف يتوصل بإيميل هو هذا الإيميل بهذا الشكل وسوف يضغط على هذا الرابط أوكي وبعد الضغط على الرابط سوف يظهر له الأبليكيشن بهذا الشكل نقوم بالتكبير هنا يظهر له your recommendation has not yet been submitted في الأول أنه recommendation لم يتم إرسالها بعد مثل خطاب التوصية وبعد ذلك عندما يقوم بالإجابة عن بعض الأسئلة وتأكيد على أن الأبليكيشن فيه معلومات خاصة بالطالب سوف يضع اسمه بالكامل ويضغط على submit بهذه الطريقة يكون تم عملية الترشيح ويجب أن يتم ملء هذا الترشيح أو إتمام مرحلة الترشيح قبل الديدلاين يعني قبل 24 أغسطس يعني الآن إذا أنت في آخر سنة من مرحلة البكالوريوس الأفضل لك أنك تتواصل مع الجامعة أو أحد المسؤولين أو يعني أحد المسؤولين بالجامعة ممن كانت رطبته فإنه يحاول إجابة على الإندورسمنت قبل 24 بمعنى إذا أنت حديث التخرج 2021 فما فوق يجب أنك تكون ملأة application المنحة بشكل كامل وضغطت على سابمت قبل 24 بحيث أنه يكون عند الدكتور في الجامعة أو المسؤول في الجامعة مدة أنه يقوم لك بالإندورسمنت أو الترشيح ومثلا لو أنت أنهيت الـ application في يوم 15 أو بأقصى حد يوم 20 فهذا سيكون في صالحك تمام لأنه أحيانا الدكتور أو المسؤولين بالجامعات يتأخرون هذا شيء واضح بصراحة وهنا في سؤال آخر هل الجامعة يجب أن توفر أي خطاب لتقوية طلب الطالب؟ هنا يقولون لا الجامعة ليست مطلوبة أنها توفر لك أي خطاب أو أي رسالة فقط تقوم بالشخص يقوم بكتابة اسمه وضغط على سابمت وهنا في موافقة على هذا الشرط يس وبعد ذلك نضغط على كونتيني تمام؟ حتى الآن كل شيء واضح المرحلة الأولى والثانية كانت فقط موافقة على الشروط وأنك تنطبق عليك شروط المنحة أو المنحة وبالإضافة أن يعرفون مسألة الترشيح هنا عندك معلومات شخصية فيها الإسمك الشخصي الإسم الوسط هنا كان عندك أي إسم آخر مثلا هنا بالنسبة لمدينة الإزدياد أو مدينة الميلاد البلد اللي تم فيه الميلاد الجنس البرونوس شي واللهي يعني إذا كانت البنت إذا كانت أنت في شي أو هير إذا كان ذكر فهي أو هين بعد ذلك عندنا السيتزنشيب اللي هي الجنسية وهنا يظهر لكم كل الجنسيات وهنا اللي كان عندك ش جنسياتين مثلا اللي هو الصورة الشخصية تقوم بإرفاق صورة شخصية وأكيد صورة شخصية تكون رسمية اللي فيها الإيميل والرقم الهاتف والعنوان وتفاصيل خاصة بالعنوان والسوشيل ميديا أنك تقوم بوضع صفحتك على الإنستغرام أو لينكد إن أو تويتر أو أي آخر سوشيل ميديا يفضل وضع لينكد إن لأنه ممكن صفحتك على الإنستغرام تكون برايفت فبتالي أن يستفيدوا منها أي شيء لذلك الأفضل أن يكون لينكدئين ويكون عندك صفحة لينكدئين رسمية وهنا كيف سمعت عن هذه المنحة وتضع المصدر بعد ذلك نضغط على كونتينو هنا الصفحة سهلة جدا هنا الأثر فاميلي مامبرز هل عندك عدد إخوة؟ يس مثلا أو نو العدد إخوة الذين لديك يعني اللي أكبر منك عمرا مثلا واحد واللي أصغر منك مثلا صيفر موجود أنت وأخ أكبر مثلا هل عندك سبوز أو كاملو بارتنر يعني زوجة أو أي شيء تضع مثلا نو والعندك أطفال نضع نو تمام؟ وبعد ذلك نضغط على كونتينو وهنا عن الخلفية الأكاديمية واللي هي الإدوكيشن تضع الليفل أوف ستادي كان عندك باكالوريوس أو ماستر أو ماي الدرجة اللي حصلت عليها كما ذكرت حتى إذا عندك ماستر وتريد حصول على ماستر آخر ممكن ليكون باكالوريوس البروغرام المدة الخاصة بهذا البروغرام هي سنتين الفيلد أوف ستادي مثلا كان انجينيرين أنا فقط أعطي أمثلة التاريخ اللي بدأت فيه مثلا كان سبتمبر 2021 بهذه الطريقة عفوا 2021 وتاريخ التخرج مثلا الشهر والسنة تاريخ التخرج ربما دعنا نقول اللي هو شهر 8 2023 والستودنت لأنه قلنا الدراسة سنتين ستودنت نمبر الآيدي الخاص بك اللي هو أكيد كل طالب في أي جماعة بيكون عنده الآيدي ليكون هذا الرقم مثلا واسم الفاكولتي اللي هي الكلية مثلا كلية الهندسة نشوف إذا كانت متاحة هنا ونكتب أي كلية بما أني أعطي فقط أمثلة فنختار ربما الأول أوكي الأذر إدوكيشن إذا عندك مثلا هنا ملأنا المعلومات الخاصة بالماستر طيب إذا عندك أذر إدوكيشن اللي هي مربما بكالوريوس وممكن إضافتها عندك ديبلوما ممكن إضافتها تمام؟ بعد ذلك نضغط على كونتينيو طيب هنا عندنا أو أي شيء حصلت عليه تميز حصلت عليه منحة حصلت عليها فتضع تكتبها بشكل مختصر بهذه الطريقة اسم المنحة السنة اللي حصلت فيها على المنحة تمام؟ فقط وإذا لم يكن عندك أي جوائز أو منح حصلت عليها سابقا فيمكن تركها فارغة لأنه ليس عليها علامة النجمة الحمراء يمكن يعني أنا سوف أتركها فارغة وسوف يكون متاحة عند الضغط على كونتينيو اللي هو الانتقال للصفحة الأخرى هنا اللغة التي تتحدث ما هو مستواك في اللغة الإنجليزية هل تعتبر اللغة الأم أو أنك تتقينها بشكل جيد أو أن المستوى متقدم أو متوسط غير موجود يعني أقل من المتوسط أو مبتدئ تمام؟ فنختار Advanced مثلا كيف تعلمت اللغة؟ أكتب مثلا أنه كان دراستي سابقة بلغة إنجليزية هل أنت تحتاج إلى إرفاق شهادة لغة إنجليزية؟ نضغط مثلا على No لأنك أنت إذا درست سابقا بلغة إنجليزية لا تحتاج إلى إرفاق الوثيقة ولكن إذا لم تدرست سابقا بلغة إنجليزية فبالتالي أنت تحتاج إلى إرفاق الوثيقة وبالتالي تضع اسم الإختبار اللي هو إما الطوفل أو الآيلت أو في Certificate Proficiency أو إنجليز من طرف الجامعة ميكجيل وتضع التاريخ اللي هو ما حصلت عليه والScore أيضا اللي هو المعدل بعد ذلك كده عندك لغات أخرى اللي هي الفرنسية أو تستحدث إسبانية أو تستحدث أي لغة أخرى يمكنك إضافاتها وبعد ذلك نضغط على Continue هنا ننتقل للجزء الخاص بالاهتمامات اللي عندك هنا البرنامج List up to five programs of interest يعني خمس برامج أنت مهتم بها مثلا هذا الاختيار الأول تضع اسم التخصص ليكون ماجستير مثلا في لا أدري يعني مثلا Civil Engineering ومدة الدراسة مثلا سنتين Save هنا إذا كنت حصلت على أي امتحانات اللي هو المعدل وبعد ذلك تضغط على Ag Program مرة أخرى وكما ذكرت عندك خمس هنا تضع الترتيب اللي هو الترتيب الثاني أريد أخذ بعيد الاعتبار هذا التخصص كترتيب الثاني ومثلا تختار التخصص اللي هو Animal Science ومثلا المدة هي سنتين اللي أنا أقدمتها على ماجستير وعندك لازال حق في إضافة مرة أخرى اللي هو عندك لغاية خمس تخصصات وبعد ذلك نضغط على Save وهنا إذا كنت حصلت على أي امتحانات أو اختبارات أخرى مثل مثلا GRE GMAT DAT أو DAT طيب يعني إذا عندك أي شهادة من هذه الشهادة يمكنك إضافة وإذا ليست عندك ليست مشكلة ليست على النجمة الحمراء ومكتوب بين قوسين Optional بعد ذلك يعني ما هي كريل الأشياء اللي أنت مهتم بها مستقبلا قم بوضع ثلاثة أشياء أو على الأقل شيء واحد ليهو أني أحصل على الدكتورة أو أني أحصل على وظيفة تعمل في نفس المجال أو أني أفتح بيزنس في نفس المجال أي يمكن شوف أنت على حسب أهدافك المستقبلية نضع واحد فقط أوكي وبعد ذلك نضغط على Continue ليهو الانتقال للمرحلة الموالية قليلا الأبليكيشن طويل ولكن الأسئلة فيه واضحة صراح وموضحين كل التفاصيل هنا عندك بالنسبة أي عمل حصلت عليه يعني لغاية أربع أنشطاف أو أربع Organizations ليه منظمات ربما أو Volunteering ليهو تطوع طيب فهذه المرحلة Original Work يعني العمل الخاص بك أيضا من 2018 فما فوق ثلاث فرص عمل مثلا كنت حصلت عليها من قبل يعني أي عمل قمت به تمام سواء أنت تقوم بإنشاء فيديوهات أو عندك حصلت على تدريب أو أي شيء فممكن أنك تقوم بوضعه بعد ذلك نضغط على Continue وهنا عندنا Work Experience اللي هي هنا الأول Summer Work and Breaks يعني في خلال فترات الراحة والعطل واللي أغلبها بتكون من ماي إلى أغسطس وتسمى بالSummer Break ماذا كنت تفعل خلال هذه الفترة أو هذه المدة هل حصول على تدريب أو أنك تشتريت تقوم بأنشطة تطوعية أو أنه عندك أعمال في الصيف أو ماذا بالطبع أيضا عندنا Other Work Experience ولكن هذه المرة Paid Work Experience يعني كنت تحصل فيها على راتب سواء كان العمل بدوام كامل أو دوام جزئي أو أي مكان طبيعة العمل ويجب أنك تتكر لغاية سيطة حتى إذا كانت من الأعمال اللي كنت ذكرت في هذه الخانة اللي فوق أو الخانات اللي من قبل يعني في الأسئلة اللي كانت قبل فحاول أنك تضعهم الآن وتضع على أساس أنك كنت تأخذ فيها راتب تمام هنا يعني إلى حد ما قربنا من انتهاء الـ Application وهذه هي الـ Reference Request وهو المطلوب في ترشيح الجامعة لك تمام تضع Send Request ويجب أنك تقوم بوضع الشخص المسؤول في الجامعة مثلا هو من الـ University Endorsement ولا Academic ولا Community تضع المعلومات الخاصة بكلها الاسم سوف تجده مكتوب Already واللغة الإنجليزية وتضغط Send to Recommender يعني يتم الإرسال من أجل التوصية وسوف يصيل هالإيميل اللي كنت وضحت لكم قبل قليل هذا الإيميل هو الذي سوف يتوصل به هذا الشخص المسؤول يضغط على الـ Link وبعد ذلك يظهر له الـ Application بهذه الطريقة هنا لدينا Short Answers هي أجوبة صغيرة أو قصيرة من 105 characters maximum والـ 105 characters هي تشمل حروف والأرقامة علامات الترقيم والـ Space هي المسافات فبالتالي يجب تقريباً جملة أو جملتين هنا أخبرنا عن أحد الأنشطة اللي كنت تقوم بها مثلاً ولكن لم تعد تقوم بها الآن هنا حددنا عن هدفين عندك تحاول أن تشتغل عليهم حالياً هنا حددنا عن ثلاث أشياء أخرى ممكن لديك ولكن لم يتجد عليها أسئلة في الـ Application فقط يعني تضع ثلاث أشياء هنا ممكن هواياتك هاتيمة ماتك أشياء تميز طلبك ربما لم يسألونك عنها سابقاً بعد ذلك نضغط على Continue هذه الأسئلة كلها مهمة هنا عندنا الأساس وهي المقالات وفي عين هنا اللاجئ يجب التركيز هنا تحدث عن تأثير أو كيف أثر تأثر فيك المجتمع اللي أنت فيه وكيف كان عندهم دور في مثلاً اتخاذك لبعض القرارات في حياتك يعني تأثير المجتمع هنا انطلاقاً من تجاربك وأكيد من أجل جواب عن هذا السؤال لن تجد عنه إجابة في جوجل أو أي شيء لا هو الإجابة منطلاقاً من تجاربك الشخصية حتى إذا تريد أن نساعدك في عملية تقديم ونحتاج منك إعطاءنا أمثلة ربما لتجارب كانت عندك سابقة ونحن نصيغها لك بلغة إنجليزية وهنا حديثنا عن لماذا اخترت هذا البرنامج يعني التخصصات اللي أنت وضعتها سابقاً لماذا اخترت هذه التخصصات بالذات وما هي أهدافك المستقبلية بعد درستك لهذا التخصص هنا عندنا المسألة أو الجزئية الخاصة بالليدرشيب اللي هي مهارات القيادة ربما كنت اشتغلت مع فريق سابقاً فحدثنا عن أهداف هذا الفريق كيف قمت بإدارة هذا الفريق كيف كانت النتائج ماذا تعلمت أي شيء آخر تريد إضافتها تمام؟ وبعد ذلك عندنا السؤال الآخر اللي هو خاص بأي اي مساهمة كانت لديك سواء كانت في التطوع أو أعمال اجتماعية وكيف كانت هذه الأعمال ما طبيعت هذه الأنشطة كيف ساهمت ما تأثرت عليك وهذا صراحة سؤال مهم جداً جداً هنا حدثنا عن تصحيحك للمصار ربما كانت في فترة من فترات في الحياة كنت تطريت أنك تختار مصار معين فكيف أخذت هذا القرار وكيف كانت تأثير هذا القرار عليك في حياتك ليكن مثلاً أنك درست مرحلة البكالوريوس في دولة أخرى غير دولتك أكيد هذا تغيير المصار بشكل كامل كيف كانت تأثير هذا القرار على حياتك ومصارك وأيضاً كان كأنه تحدي وضعية تحدي بالنسبة لك فحدثهم عنها بعد ما تقوم بالإجابة عن كل هذه المقالات وهنا السيفي يجب أن يكون في صفحة واحدة يكون فيها تلخيص لكل المعلومات اللي ذكرتها في الموقع يعني خبرتك العملية الملح اللي حصلت عليها الأنشطة التي قمت بها سابقاً تطوع أهدافك المستقبلية كل شيء يتم تلخيصه وفي نموذج يعني ليس ACV مقبول انتبهوا نضغط على هذا الملف وقال لك أنه اذهب إلى الصفحة الخامسة والصفحة الثامنة طيب نذهب مباشرة للصفحة الخامسة هذا هو النموذج في الـ Education الـ Work Experience والـ Activities يعني يكون بهذه الطريقة بدون وضع أي صورة أو أي شيء بهذه الطريقة ونشوف أيضاً النموذج الثامن واللي هو One Page CV في اسم طالبة فاطمة Students وهنا أيضاً وضع المعلومات بهذه الطريقة فولابد ولابد يكون بهذا النموذج ليس نموذج أوروبي ليس النموذج العادي اللي احنا دائماً نتعامل به ولكن بهذه الطريقة وإذا تريد أننا نساعدك في إنجاز هذه السيرة الذاتية فنحن نقوم بإنجازها يمكنك التواصل معنا إن شاء الله ونقوم بإنجاز هذه السيرة لك طيب بعد ذلك نضغط على Continue هنا نقوم بإرفاق Transcripts 4 Transcripts اللي هي الخاصة بمرحلة الباكالوريوس لأن الباكالوريوس يكون فيه أربع سنوات فالـ 4 Transcripts بالتسلسل الزمني يعني السنة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إذا ليست بلغة فرنسية أو لغة إنجليزية يجب أنه يتم الترجمة وهنا ما هو الجي بي أي الذي حصلت عليه وهنا إذا عندك أي شيء تريد إضافته مثلاً أو توضيحه هنا يعني تريد ذكره عن الجامعة أو الكشف الدرجة اللي حصلت عليه يمكن أنك أتوضيحه هنا بعد ذلك نضغط على Continue وهنا عندنا Personal Conduct هنا سؤال هل سبق وخضعت لأي إجراء مثلاً تأديبي من طرف المؤسسة يعني خرقت لبعض القوانين ربما أو شيء نضغط على No وهنا هل تم سحبك من طرف المؤسسة أو يعني مثل رفضك من طرف المؤسسة أو أي جامعة مثلاً نضغط على No هنا أنهم يقولون يتم مراجعة هذه البيانات اللي تم وضعها في الابليكيشن من طرف الجامعة ومن طرف يعني ناس مسؤولة أخرى كثير فيجب أنك تكون تتحرى المصداقية والنزاهة في إجاباتك فإذا ربما في شيء لم يكن هناك واضح سابقاً فحاول أنك توضحه الآن فالأفضل أنك تقولين جميع المعلومات التي يكون في وضعها كانت معلومات صحية تمام بعد ذلك نضغط على Continue وهنا عندنا الويفر اللي هي فيها مجموعة من التفاصيل الخاصة بالمنحة يمكنكم قراءته والإطلاع عليها أكيد ضع اسمك وضع التاريخ وبعد ذلك تضغط على Continue وهنا المفروض يكون فيها Confirmation اللي هي بعدما يكون الابليكيشن أكيد مملوء وهذا الابليكيشن هو تقريباً فارغ وبعد ذلك تضغط على Submit بدون أن تدفع أي أشياء أخرى هذه كل شيء تخص المنحة وتخص عملية تقديم مرة أخرى إذا متم بهذه المنحة يمكنك أن نتواصل معنا ونقوم بالتقديم لك عليها فقد حاول أن تقدمه قبل الوقت وقبل 24 أغسطس وهنا يمكنكم أيضاً الحصول على PDF من الابليكيشن هذا سوف يكون أفضل لأنك سوف تطلع على كل التفاصيل اللي كتبت في الابليكيشن بحيث أنك تراجع كل المعلومات قبل الضغط على Submit هذا كل شيء أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله وألقاكم في الفيديو القادم مع مينحة أخرى بإذن الله إلى اللقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته